ريان حمزيوي هو رئيس بلدية سابق للزهر معناها انهاء مهمته كانت في إطار انهاء مهام كل البلديات من قبل قرار رئيسي الفمهورية وريان حمزيوي هو شاب نجح في أن يكون معناها رئيس بلدية لمدينة أصبحت من أجمل المدن في تونس وشفتوا أنتم التواصل الاجتماعي التضامن والمساند لها الشاب اللي يقدم وعطاه لها المدينة الزهرة كل من ذاته من روحه ريان حمزيوي اللي اخه في شهرية لاخذة سيارة لاخذة فلوس كل ما أوتي في الكورونا أعمال معناها أعمال كبيرة وكبيرة جدا منها حل حتى القاعة المغطاة وعملها مستشفى ميداني عاون الناس كلها أصبحت الزهرة تؤمن بالعمل الشاب هذية الشاب هذية الناجح يرقى اليوم روحه متهم وعلى محاول الجرائم الإرهابية وخصدرتك برجاء دخل توراب الجمهورية وخارجة وتوفير أسلحة وغيرها أحنا 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 خمستاشين يوم عديناها في قطب الإرهاب معاه بدون الهيئة الدفاع بدون الخروج للإعلام وحتى شفنا معناها بعض الوسائل الإعلام اللي قالت بعض المعلومات اللي هي خاطئة ورغم ذلك ما صح حناش قلنا خلي واجب التحفظ إيمان ببراءة ريين تم حشر حشره خلينا نشوفوا الاختبارات المتعهات في الجوال لعل فما مكالمات لعل فما لقاءات لعل فما في الواتساب حوارات ربما فما ما يمكن أحنا من يخفى علينا ولكن أجهزة الدولة قادرة على أن هي توثق ويجيبه ورغم أن خروج كذلك كل التقارير الفنية سلبية ما عندوش حتى علاقة حتى مكالمة ما حتى طرف اللي موجودين في القضية هذه السؤال الوحيد اللي تسأل لدى بحث البداية ولدى قضي تحقيق آمث هو ما علاقتك بنادي عكاشة يعني هو ريال الحبداوي ما علاقته بنادي عكاشة قدمنا ما يفيد أنه هو علاقة عدائية هو الواشي ماذا كتبه كتبه سطرين قال ريال آآ معناها نادي عكاشة كمدير الدوان الأمن الرئاسي تعطي في معلومات على تحركات رئيس الجمهورية لكمال آآ لكمال آآ البدوي عفوا عن بوساطة ريال الحمزوي آآ هذي هذي نص نص الوشاية هذي آآ ريال الحمزوي والده كان رئيس بلدية سابق باي خانا عود هذي الجملة فقط هاي نعرفو اسموه ما نعرفوش اليوم ما نعرفوش لا هذي الجملة هذي الجملة بينو نادي عكاشة كانت آآ تمد بمعلومات معطيات عن تنقلات تنقلات رئيس الجمهورية إلى ريال الحمزوي اللي والده آآ هذا هو اللي هو يمد بيهم في الأسماء الأخرى لا لا الاسم الآخر المرتبط اللي هو كامل بدوي فقط كنا به هاوا الاختبارات هذي وشي ولا ما ويزن فما أعمال مادية على قل فما لقاء فما مكالمة هاتفية بين ريال وبين نادي عكاشة او بين ريان و كامل البدوي باعتباره هو الوسيط فما واتساب فما تيليجرام فما مونيجرام فما كل فما السينيال هكتعافهم الكل هكتعافهم الكل طبعا هذو ما لأنهم هذو ما الأبحاث اللي تمت على جهاز هاتف مونو ما لقوا حتى اتصال حتى حتى اتصال فقط مع أصدقاؤه ومع عائلته فقط بالعكس فما اتصال فما معنيها في الواتساب واحدة بعثت له إعفاء سيدة نادي عكاشة باعتبار العلاقة العيدائية واليوم هي سيدة نادي عكاشة كتبت تدوينة قالت عليش لانا شقيقة لكن احنا كهيئة الدفاع حبينا نثبته حاجة نبينه حاجة رأوا وقت كي يبدأ ريان يعطي المعلومات يزم يكون هو عنده علاقة واتدب بسيدة نادي عكاشة احنا أثبتنا كمحامين بتشجيلات صوتية للسيدة نادي عكاشة تتجم على عائلة الحمزوي وتهدد فيهم علنية علنية موجودة وقدمناها بقرص مضغوط وقدمناها كذلك عن طريق العدل التنفيذ محظر معاينة وفيما وفيما كذلك هو صارت حادثة على شقيقة سيدة نادي عكاشة في منطقة الظهرة وتم إلقاء القبض عليهم قبل صورة الأمنية نادية عكاشة اتهمت وقتها ريان الحمزوي على أساس أنه وراء يقاف شقيقها وشنو انجر عليه هذا يا انجر عليه باعتباره انه رئيس بلدية تم يعنيها حرمانه من الدعم ومن المنح اللي ممكن تتعطال اي بلدية في ولاية بن عروس على اساس انه هو وراء ايقاف شقيقة اذا هناك علاقة عدائية ما هيش علاقة باش تخلي زوز الاطراف هذوما ممكن انه هما يلتقيوا باش تعطيه هي وتأمنه على معلومات كما المعلومات رئيس الدولة نقطة اخرى زيدا نعطيها لك هذا الواشي اللي اعطاهاها المعلومات الخطيرة فيما يتعلق بالسيدة النادي عكاش لو فرضنا جديتها اللي هي وقتها كانت مدير ديوان يعني سنة 2021 ما الذي جعلك تصمت بهذه المعلومات الخطيرة اللي تهدد سلامة رئيس الجمهورية الى 2023 كيف اليوم فقط وين تقدم انت الغاية منها هو حشر اسم ريان الحمزاوي في قضية لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد اسبابها وخلفياتها معلومة لدى الكثير والكثير من رئيس الدولة اللي اشتركوا في القناة